طبعاً اشتغلت في البنك سام بمدة طويلة كنت آخرة كنت مدير عام للمنطقة الغربية وجلست في المرحلة 12 سنة فحبيت أنوع عملية أشوف كيف العمل من ناحية ثانية يعني من ناحية الشركات من ناحية الشركات اللي البنوك تقرضها اللي نتعامل معها فجاءت فرصة مع مجموعة ستكو القابضة في سنة 2013 فستكو هي عبارة عن شركة عائلية ولكن داخلها في مجالات مختلفة ثلاثة مجالات أساسية مجال وهو مجموعة شركات عند استثمارات في شركات مختلفة تملكها بعضها 100% وبعضها أقل في مجالات مختلفة زي السياحة زي المطاعم زي الصحة زي التعليم زي الصناعة في مجالات مختلفة القسم الثاني وهو قسم العقارات من ناحية أراضي ومن ناحية مباني داخل المملكة وخارجها والقسم الثالث وهو عبارة استثمارات مالية والحمد لله طبعا كفريق عمل كبير قدرنا نطور عدة أشياء في الشركة وفي المجموعة من ناحية استحواذ على شركات ثانية مختلفة في مجالات مختلفة ومن ناحية تطوير كمان بيئة العمل فحتى في مجموعة سيدكو اشتركت في عدة شركات عالمية لتقيم بيئة العمل والحمد لله خلال كل سنة لسنة مجموعة سيدكو تحسنت من درجة إلى درجة إلى أحسن يعني في أحسن مكان للعمل في شركة معروفة عالمية تقول لك أحسن مكان للعمل والجريت بليس تو وورك يسموها والحمد لله في سيدكو يعني كمجموعة ومع تطور العملنا فمجموعة سيدكو حصدت عدة جوائز وأنا كمان ما شاء الله رشحت لعدة جوائز فحصت على أحسن رئيس تنفيذي عقلي في سنة 2015 وكمان أحسن رئيس تنفيذي لشركات عائلية في الشرق الأوسط في سنة 2017 البحث لا تحسن